هحتاج للكريم المرتب وانا هنا هستخدم كريم نيفيا صوفت وطبعا لو مش متوفر عندك النوع ده تقدر تستخدم اي نوع كريم مرتب يكون متوفر عندك بس بفضل انه يكون كريم خفيف ويكون سهل الامتصاص على البشرة. هجب بقى كده طبع وابتدي باضافة المكون الاول وهو مقدار معلقة كده من الكريم المرتب. هحتاج لي معلقة من نشا الدرة. ونشا الدرة بيفتح البشرة جدا وبيعمل على شد البشرة وغلق المسام. هضفها دلوقتي اول مكون على معلقة الكريم وهو مقدار معلقة صورة كده من نشا الدرة. هحتاج لي الحليب المجفف وده بيكون فعال في تفتيح البشرة والتخلص من البوع الدكنة والتصبغات الجلدية. هضف بقى كده المكون التاني وهو مقدار معلقة برضو بنفس المعلقة من الحليب المجفف. هحتاج لي زيت بزور الكتان والزيت ده انا عملته قبل كده على القناة بترقى اناك حاجة جدا هسيب لكم لينك الوصف في صندوق الوصف. عملته بترقى صحيحة هيكون محتفظ بكل فوائده. فتف قد الوقت مقدار معلقة صورة من زيت بزور الكتان. ولو مش متوفر بقى عندك زيت بزور الكتان تقدر تستبدليه بزيت اللوز الحلوة او حتى بالجليسرين او باي زيت تكون بترتاح مع بشرتك. بس طبعا زيت بزور الكتان ده بيكون فوائد بلا حاصل صحة البشرة. هحتاج لبودرة البنجر او الشماندر المجفف وده بيكون شكلها. البودرتين عملتها قبل كده على القناة بترقى نيك حاجة جدا هسيب لكم لينك الوصف في صندوق الوصف. عملتها بترقى صحيحة جدا هتكون محتفظة بكل فوائده. هضيف بقى دلوقتي المكون الرئيسي عندي في الوصفة هو مقدار معلها صورة كده من بودرة البنجر او الشماندر المجفف. ولو مش متوفر بقى عندك بودرة البنجر او الشماندر المجفف دي تقدر تستبدليه ببودرة دم الغزال او بودرة العكري الفاسي برضو هتديكي نفس النتيجة. اخر مكون بقى دلوقتي هضيفه في الوصفة هتكون مقدار معلها كبيرة كده من ماء الورد. في الاول هضيف معلها وكل ما احتاج هضيف بالتدريج. لغاية ما بحصل على قوم كريمي. ولو مش حابة بقى تستخدمي ماء الوردة ولو مش متوفر عندك تقدر تستبدليه بالماء المقطرة والماء المغلية والمبردة. يعني بتغلي الماء وتصيبها لغاية ما تبرد تماما وبعد كده بتستخدميها. عبتدي بقى دلوقتي بخلطة المكونات دي كواس جدا لغاية ما تندمج وتبقى خليط نعم وتبقى زي الكريم بالزبط. هي لسه جفة هضيف كمان معلها كده من ماء الورد. زي ما قلت بضيف بالتدريج يعني متستعجلش في اضافة ماء الورد. عشان قومها ما بيبقاش سهيل. وهكمل برضو خلطاها. هنجيبها بقى كويس وعد كده هنجيبها بشكلها. خلطي بقى المكونات لمدة كافية لغاية ما بقى ده شكلها. مع اضافة طبعا ماء الورد بالتدريج اثناء الخلط. شايفين بقى قومها كريمية زي. مش صلبة ومش سهيلة. في نفس الوقت الوانها وقومها حلوة جدا. بكده خلاص الوصفة بتكون جاهزة. بقى جيب بقى علبة نظيفة انا عسلتها كواس جدا وانشفتها. ولازم ما يكونش بيع ولا نقطة من الماء عشان الوصفة متفسدش. وضفت بقى كده فيها الوصفة وكده خلاص بتكون جاهزة للاستخدام. بقى في البقى عليها العلبة وبحتفظ بها في التلاجة. هتكون صالحة للاستخدام من اسبوع لغاية عشر ايام. بس يفضل انت تعملي كمية صغرية ده لانا عملتها والجديدها بانتظام. ده بيكون افضل عشان تحافظ على صلاحات وفعالية المكونات. دي جيب بقى لطريقة استخدام الوصفة. الوصفة دي لازم تستخدم على بشرة تكون نظيفة. لازم تغسل بشرتك في الاول كواس جدا وتجفي فيها قبل استخدام الوصفة. عشان بشرتك تستفيد كواس جدا بكل مكوناتها. ويفضل كمان استخدامها بعد استخدامك للغسول. هتاخدي بقى بعد كده البشرة وتوردها وكمان ترتبها. بعد بقى ما هتفرد الوصفة على البشرة هتدليكيها بقى باطراف اصابع ايديك كده لمدة ديها وديتين. وهتسيبها بقى على البشرة لغاية ما تجف تماما. لمدة تلت ساعة او نص ساعة لغاية ما تبتدي بس كده تنشف. بعد كده هتبليل اطراف اصابع ايديك بالمية. وتبتدي بقى تفروكيها بحركات خفيفة جدا لغاية ما تتخلصها من الوصفة تماما من على البشرة. بعد كده بقى تغسليها في الاول بالمية الدافية وبعدها بالمية البردة. وبعدها ترش بشرتك بماء الورد او ممكن ترتبيها بزيت الورد. او حتى ترتبيها باي كريم مرتب يكون متوفر عندك. ولو استخدمتي برضو الوصفة دي لكامل الجسم هتستخدمي برضو نفس الطريقة. هتسيبها على البشرة لغاية ما تبتدي كده تجف. بس هتجيبي بقى الليفة المغربية النعمة وتبليلها خفيف كده بالمية. وتبتدي في الاول تفروكي الوصفة على كامل الجسم وبعد كده برضو تغسليها بنفس الطريقة. الطريقة دي بتعمها على تأشير البشرة وتفتحها بشكل مضاعف. بس لو بشرتك بقى حساسة يفضل انت بتعمليش الخطوة دي وتغسليها بقى على طول بالمية. هتدوم بقى على استخدام الوصفة دي سواء للواجهة او لكامل الجسم بشكل يومي عشان تاخد منها افضل النتائج. ومع المدومة والانتظام على استخدامها نتائجة بالنسبة لك هتكون مبهرة. حتى للنتيجة هتلاحظها ان شاء الله من الاستخدام الاول. من اول استخدام هتلاحظي تفتيح بشرتك وتوردها. وكمان بتخلي بشرتك نعمة جدا زي بشرة الاطفال. الوصفة دي بتحتوي على مكون سحري طبعا بالاضافة لبقى المكونات اللي ضفناها اللي برضو بتكون فعالة جدا وبتعزز من فويته. وهي بودرة البنجر المجفف او بودرة الشاماندر. والبودرة دي بتفتح البشرة جدا وبتوحد لنا. وبتحمل البشرة من التصبغات الجلدية وبتكافح حب الشباب والبصور. كمان بتعالج جفاف الجلد وبتكون مرتب رائع للبشرة. وكمان لو استخدمتيها للشفايف بتكون مرتب ومفتح ومورد. لان تقدري كمان تستخدم الخلطة دي على الشفايف وتسيبيها برضو لمدة ليل تسعة وبعد جا بتغسليها. كمان بتدل بشرتك قبل تكامل الجسم لون وردي طبيعي. وبتاخر جدا من ظهور علامات الشيخوخة. وبتعالج الهالات السودة والتجعيد وتراهل الجلد. وبتكون غنية جدا بمضادات الالتهاب. فبتساعد على منح البشرة نضارة والشباب دايما. فويدها بلا حصل البشرتك. وصفة التفتيح والتوريت دي هتكون مناسبة جدا بازن الليلة الاستخدام خلال شهر رمضان. لانها هتعمل على تفتيح بشرتك وترتبها وكمان توريتها بطريقة طبيعية. فهتغنيك جدا عن استخدام المكياج. وهتخلي بشرتك ناضرة وشابة وكمان هتخلصك من اثار الشحوب والاجهات اللي هتبقى موجودة على البشرة من اثار الصيام. يعني بتدي لبشرتك نضارة وتفتيح ورطوبة ونعومة وكمان توريت. وبكده هنكون عملنا وصفة للتفتيح والتوريت بقى قل تكلفة. تقريبا كل مكوناتها متوفرة في البيت يعني هتكون بقى قل تكلفة. بس النتائجها بتكون مزهلة. هتعملها تفتيح البشرة وترتبها وتوريتها بطريقة طبيعية. كمان هتمنح لبشرتك شباب دايم لانها بتقوم زهور التجعيد والخطوط. من افضل الوصفات اللي ممكن تستخدمها للعناية وبشرتك. واتمنى طبعا ان تكونوا وصفات النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم تنسوش تعملوا لايك وشارك وتشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس عشان وصليكوا كل جديد من وصفات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.